موسيقى أهلا بكم إلى هذا الموجز وصل الآن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر الغربي الجزائر العاصمة حيث سيشرف على لقاء الحكومة الولاد اللقاء يأتي تحت عنوان التنمية المحلية تقييم وأفاق في لقاء يعد الرابع بين قادة الأجهزة التنفيذية المحلية منذ تولي الرئيس تبون مقاليد الرئاسة نهاية 2019 هذا وترأس رئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأربعاء اجتماعا للمجلس الأعلى لأمن بيان عن الرئاسة الجزائرية أوضح أن الاجتماع خصص لتقييم الوضع العام في البلاد استشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون الخميس برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال عدوانه المتواصل على مدينة جنين ومخيمها وأعلنت مصادر الطبية فلسطينية عن استشهاد جواد فريد حسين والأسير المحرر أدهم محمد باسم جبارين وإصابة ثلاثة آخرين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحام مدينة جنين وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنيات المطلة على المخيم إذا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس 15 مواطن من الضفة الغربية بينهم صحفي أعربت الجزائر عن رفضها التدابير العقبية التي يقرها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وقيادته وفي خطاب ألقاه الأربعاء خلال نقاش مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط ذكر ممثل والجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بين نيويورك السفير نذير العربوي أن الرئيس الجزائري عبد المجد تبون قد استوقف مؤخرا المجموعة الدولية وخاصة مجلس الأمن في رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة بعد أعمال العنف التي استهدفت حرمة مسجد الأقصى إلى تحمل المسؤوليات من أجل وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني ومقدسته أكد رئيس والوزراء الفلسطيني محمد أشتية الأربعة على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية والمضي باتفاق الجزائر إلى حيز التنفيذ وتعزيز الصمود المقاوم لأبناء الشعب الفلسطيني وقال أشتية إن إنجاز ملف المصالحة يشكل أولوية لدى القيادة والحكومة الفلسطينية وستعمل الحكومة على توفير كل ما يلزم لتحقيق ذلك محذرا من مغبة استمرار الانتهاكات الصهيونية المتصاعدة كما أشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حقيقية بسبب غياب المساعدات الدولية ومواصلة الاحتلال الاقتطاعة من أموال السلطة الفلسطينية عثرت عناصر من قوة الأمم المتحدة شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية على مقابر جماعية تحتوي على خمسين جثة لمدنيين بينهم نساء وأطفال في منطقة نفذت فيها جماعات مسلحة هجمات حسب متحدث باسم الأمم المتحدة وقال فرحان حق مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الأربعة إن المقابر الجماعية التي عثر عليها في قرية نايمانبا في إيتوري ومقبرة أخرى في قرية تنبوغي تحتوي جثة لسبعة رجال أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية الخميس أن 15 جنديا لقوا حتفهم في حريق ندلعا في ثكانة تابعة لأحدى وحدات القوات المسلحة الأرمينية ونقلت وكالة الأنباء أرمين بريس عن بيان لوزارة الدفاع أن الحريق اندلعا في ثكانة سرية للمهندسين والقناصة تابعة للقوات المسلحة بمحافظة كاكاركونك ما أسفر عن مقتل 15 جنديا وإصابة ثلاثة آخرين وأشرت الدفاع الأرمينية إلى أن حصلت القتل أولية وأن المصابين الثلاثة في حالة خطيرة وأن سبب الحريق لم يحدد بعد أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا الخميس أنها ستستقيل من منصبها الشهر المقبل وقالت أمام أعضاء من حزب العمال الذي تنتمي إليه أنها لا تملك ما يكفيها من الطاقة لأربع سنوات أخرى وفي أولي ظهور لها أو علني لها منذ العطلة الصيفية للبرلمان قبل الشهر كشفت المسؤولة نيوزيلندا خلال مؤتمر سنوي غير رسمي لحزب العمال أنها كانت تأمل خلال فترة الراحة تلك في أن تجد الطاقة لمواصلة قيادتها للبلاد ولفتت إلى أن الانتخابات المقبلة ستجرى في الرابع عشر من أكتوبر المقبل انتهى الموجز شكرا لكم تبقى الروابط الإلكتروني للقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة